نبقى مع محور الصحة وفي فقرة اسأل دكتور سأل مشاهد عن مدى تأثير نوع الحذاء الرياضي على الأداء في مختلف أنواع الرياضة وهذا بماذا أجابت الدكتورة المختصة أحب أن أسأل الدكتور أنه بالحين بالسوق في كتير منافسات بالشوز وما تعرف أي شوز مناسب لأي أكثر سيستعمله سواء إذا كنت عم تمارس رياضة الجري أو اللعف مارس رياضة الأكسرسايز أو ترفع وين فنعرف أن كلياتنا رياضة الشيء الأوزان تأثر على الركبة فبس أحب أن أسألنا أي شوز مناسب أكثر شيء لرياضة اللفتين وين على اللعب استخدام الحذاء الرياضي المناسب من الأفضل أن يكون الحذاء مريح للقدم لا يسبب أي ألام يكون أيضاً مثبت للقدم في الوضع السليم وينتص الصدمات سواء كان في منطقة الكعب أو في منطقة القدم من الأمام وأيضاً أن يكون مغلق بصورة آمنة لكي لا يتعرض اللعب لأي إصابات بسبب سوء الحذاء المستخدم الحذاء الرياضي المناسب يقي اللعب من مشاكل كثيرة وإصابات كثيرة أثناء لعب الرياضة على اللعب الذهاب إلى الطبيب في حالة إذا كان يعاني من ألام شديدة أو حتى ألام بسيطة ولكن متكررة في أي مكان بالجسم سواء كان في القدم في الرجبة أو في الظهر ممكن أن يذهب في البداية إلى طبيب الأسرة وطبيب الأسرة سيقوم بتحويله إلى الطبيب المختص سواء كان طبيب طب طبيعي علاج طبيعي أو طبيب جراحة عظام وأيضاً ممكن عمل الفقوصات اللازمة مع هؤلاء الأطباء لتأكد من سلامة اللعب تماماً قبل العودة مرة أخرى إلى المعارضة اشتركوا في القناة